حضر المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحمة المستوطنين الإرهابيين للمسجد الأقصى المبارك محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين والعرب كما طلب أبوردين الإدارة الأمريكية بتدخل بشكل فوري لإكبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بالإضافة إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتمهيدا لفرض السيطرة الكاملة عليها وتهويدها بما يشكل انتهاءا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر